إذن مشاهدين القوة البحرية للجيش الوطني الليبي تعلن حالة التأهب بعد ساعات من إيقافها لسفينة يقودها طاقم تركي القوة البحرية الليبية سوسة وأثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية الليبية ضبطت سفينة ترفع علم جرينادا عملية الضبط تمت تحديدا قبلة سواحل درنة على بعد 1300 كم شرق العاصمة الليبية ترابلس ليتم قطر السفينة إلى ميناء رأس الهلال التابع لساحل مدينة درنة السفينة خضعت للتفتيش كما تم إنزل الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص للتحقيق معهم والتحقق من وثائقهم وكشفت تجوازات سفارهم التي نشرتها البحرية الليبية بأنهم أتراك الجيش الليبي كان قد حذر في وقت سابق السفنة التركية من انتهاك السواحل الليبية البحرية الليبية أعلنت عن تنسيق كبير بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية وسد الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية القادمة إلى غرب ليبيا ترجمة نانسي قنقر